عقد رئيس الوزراء مصفى مدبول اجتماعا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني وذلك في إطار متابعة عدد من مشروعات وملفات العمل التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية وخلال اللقاء شرح وزير الإسكان آليات طرح وإتاحة قطع الأراضي بالمدن الجديدة سواء للأنشطة الخدمية أو العمرانية حيث أوضح الشربيني في هذا الصدد آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالجنيه المصرية حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية مع عدد الصناعية والورش على بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من الواحد إلى الخامس عشر من كل شهر وذلك للشركات المصرية